كيف ذلك؟ ومتى تحديدا؟ في شهر سبتمبر العام الماضي شعر يفجيني بريغوجين بأن فلاديمير بوتين بدأ يضعف سياسيا داخل روسيا فتح له ذلك نافذة يصبح شيئا آخر أكثر من رجل ثري يملك مليارات الدولارات وبارونا حرب غذ ذلك لديه رغبة بأن يكون له مستقبل سياسي فقرر الانخراط تماما في الحقل السياسي ويمكنني القول بشيء من السخرية أن بريغوجين أصبح رئيسا بالوكالة وبوتين رئيسا بالاسم فقط فبوتين قبل العملية التي نفذها بريغوجين أصبح يقضي جل وقته في المخاب ولم نعد نراه كثيرا وتقلصت اتصالاته مع الآخرين بل أن هناك من يقول أنه يستخدم في بعض المرات شبيها له وعلى العكس منه أصبح بريغوجين كثير الحضور في وسائل الأعلام كما أنه طول الوقت على جبهة القتال في الدونباس ولسيما في بخموت وهنا أكمل صراحة الإطار الذي يجعل منه رجل سياسة أعتقد أن هذا التغيير لا يلقى القبول الحسن لدى فلاديمير بوتين هذا ما يمكن أن ألخص به هذه العلقة أنت تتحدث سيد جيرنوف عن مشكلة صريحة بين بريغوجين وبوتين نفسه وليس بين الأخير وقادة الجيش هل ما فهمت من كلامك صحيح؟ هل يعني هذا أن الصراع بين قادة الكريملين العسكريين قد بدأ فعلا؟ كانت ليفغيني بريغوجين مشاكل مع الجيش لأنه عندما تكون هناك حرب وعدت فرق ضالع فيها ولا تنتمي كلها لنفس الهيكل فأن ذلك يتسبب بالكثير من الصعوبات هكذا بدأ بريغوجين يواجه المشاكل مع الجيش الروسي الذي يقوده وزير الدفاع شويغو وقائد أركان الجيش غراسيموف هذه الصعوبات بدأت بكيفية خطيرة في سبتمبر 2022 ومنذ ذلك التاريخ تزايدت ولمدة تسعة شهور يقضي بريغوجين وقته في انتقاد إدارة الجيش الروسي المشكلة أن القيادة جرى تعينها من قبل بوتين نفسه وهكذا بانتقاده كبار قادة الجيش فأن بريغوجين يجد نفسه في موقف المتحدي لفلاديمير بوتين الذي كان بدوره جزئيا وبطريقة ما هدفا أيضا لهذه الانتقادات حتى أن لم تتم الإشارة إليه بالاسم أبدا شهد شهر مايو منعرجا واضحا حيث على ما يبدو بدأ بريغوجين في الانتقاد المباشر لبوتين ومثلا نظم بوتين الموكبة العسكرية السنوية لأحياء ذكرى النصر في الساحة الحمراء في التاسع من مايو والذي لم يتم بأسلوب جيد لأنه كان على نطاق محدود جدا ولم يتم فيه استخدام الدبابات الحديثة بدلا من ذلك جرى استعراض دبابات من الحرب العالمية الثانية لم يستغرق خطابه وقتها أكثر من عشر دقائق وسط حضور قليل وضيوف من دول صغيرة كانت تتبع الاتحاد السوفيتي السابق لذلك لم يعكس معاني المجد والنصر في تلك الأثناء في نفس فترة الاحتفال نشر بريغوجين فيديو مهما للغاية انتقد فيه صراحة فلاديمير بوتين بشأن قيادته للحرب في الدومباس وهذا ما أثار الكثير من التعليقات والتقارير ومن ضمنها مقال لواشنطن بوست لكن ذلك المقال كان عملية خاصة في رأيه أمريكية أو أوكرانية أو مشتركة كان هدفها مزيد توسيع الهوة بين بريغوجين وبوتين يعني أن الامريكان فهموا أن المياه تعكرت بين الرجلين وبالتالي لعبوا على هذا الوتر هذا المقال الذي أشار إلى أن بريغوجين خان الجيش الروسي بتزويد الأوكرانيين بمعلومات عن أماكن الجنود الروس كان مهما لأنه أثبت أن المعسكر الامريكي شعر بأن الأمور ليست على ما يرام بين بريغوجين وبوتين